لكن الخبايب عنده جزيرته الخاصة كان غير فيها أنا أدوى التاعي أفريقيا هل يعقل مثلي في بانو؟ مراد وأوبئة وسعر قاهلة فقط هل هي دائما كانت محل أطماع نغير اليوم نجينا نفكوا الشيفر ونكشفوا السر وراء كل هذا نغير ونظرتنا تجاه هذه القارة الجميلة والحزينة موسيقى اليوم عندنا مهمة مع بعض خاصة نكتشفوا هذه الجزيرة ونعرفوا كامل خضاياها حتى لو ماني فيكوس يحبوا يحتلوا ويلقوا كل شي سهل موسيقى هل نعطيكم كيف يشتكري سيارة الفيزا تحويل لأملة ونزوروا أكثر من فندق باش نعرفوا الأسعار هذيك الغرفاتي عيي ونظروا على البحر رحمية ونظروا الأكل تحميدة بني نولالا ونختموها برحلة وليس عادية نحو جزيرتي الخاصة ومرحبا بكم كاملين عندي رب إن شاء الله نبليكم فندق هنا موسيقى اشتركوا الفيديو الأخير لا تنسوا اشتركوا على اللايك قبل البداية دعونا نزعزعوا الخاوة رسمية اليوتيوب موسيقى 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 مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نشارككم كيف وصلت لهذا المكان الرائع الساحر وكيف تستطيعوا الوصول عليه قبل ما بدأ وعطينا اللايك أحبت أن أشكر إزيو اس مرنامج ترجع الملفات لأنه مرحولي ملفات وعاونوني قدر ترجع تتبعوا الفيديو الآخر تشوفوا التارك موسيقى 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 يسمى هذه المنطقة جنوب شرق إفريقيا كلمة زانجي موسيقى مثل البشر كلمة صاسية كانت ذانجبر يعني الأرض التالي موسيقى موسيقى ليسة وحدة حوالي 52 جزيرة صغيرة وموسيقى وثانا معظمين هنا توجد موسيقى اسمها أونجوجا والثانا اسمها بيمبا نعم موسيقى والآن نجيب التذكر الطيران أنا نستعمل موقع سكاي سكانر يعطي لي الكثير من الخيارات ومنها نخير ونشوف اللي يخرج عليها مثلاً نجيت مع افلاي دوبي عملت الترانزيت في دوبي حوالي 7 ساعات كاملة لأنه قليل وينكين شركة طيران اللي تمشي مباشرة لزنزيبار لأنها جزيرة ممكن دار السلام وبعدها دار السلام يجيبوا هنا ممكن طيران يديكم الكينيا ومن كينيا يجيبكم هنا أو الدوحة مع قطر ايرويز يعني انت حسب البلاد اللي اراك فيها كثير منكم سألوني هل مشيت من الجزائر لا أصدقائي أنا كنت في تركيا من يبدأت الجائحة لهذا سهل علي الآن أني نتنقل أعجبني الكرسيات الله غالب عليها بسح ما عليش بخصوص الفيزا خمسين دولار ديرها قبل ما تجي تقدر ديرها في الموطن ولكن مليحة أنك تديرها قبل باش تنحيري كامل المشاكل بخصوص كورونا حس كجيب غير PCR test وتدخل مباشرة ومساحبي مرحبا في تنزانيا سوف تكون مرحبا معينة هنا و جنارين واحدة مينة و ايتبا سوف اتناه سوف اتناه سوف اتناه تجد انتبول لدينا سوف نجد سوف اتناه لدينا الكبير لم يكن لدينا حتى واحدة لم يكن لدينا كيفية بصح سهل لكي تفهمها نرى هنا يجيبون لحطب على الشجر ويقصوه ومن بعده يجيبون لنا وفي الأخير يعطينا حاجة كما هذه والله حاجة كبيرة مثل هذه هذا القوارب هي المصدر الرئيسي لقود السكان هنا يد أنهم كلهم صيادين أبا عن جد وكل يوم يمشيوا العرض البحر حتى يصطادوا السمك ويرجعوا في المساء قواف القواف كل واحد يحضوا في هذا اليوم كين يجيبون مع أهل الخيرات وكين يحضوا لا يكون معهم مليح في هذا اليوم هذا السمك ماذا اسم هذا الفيش؟ نقوغو نقوغو هذا اسمه نقوغو عنده زوج النيابة هنا فكون يضربك بهم يتكوك سامين ويجعوك دكارة وينقي فيهم نقوغو كينوية الحاجة ستساعدكم بزاف تنقل حول زنزيبا عرفتوها بشي اوه اوكي الان جيو للسيارة كيفاش كريتها انا الموسط المطار سيتوية بلي مكانش نظام كبير ولا بباسات ولا فبديت نسأل الناس اللي تم واحد عايت لصادقه جاء بهذه السيارة قلين كريها كثلاثين دولار قلت له انا لديها سبوع وكل شي من امنه باقي ماه باقي ماه باقي ماه حتى ارجح الى 25 دولار لليوم الواحد ولكن هنا حاجة رخص السياقة ما كنتش على بيلي اللي يقبلوا رخصة جزائرية ام لا هنا في زنزيبار هل تتحدث عربية؟ نعم الكثير من الناس يتحدث هل تفهم هذا؟ لا لا لما عطيتها له وقال لي بلي هنا في زنزيبار يديروا واحد البطاقة كأنه سرتيفيكات يديها البلدية وصادق لها لديك سعرها 10 دولار وممكن في الفنادق او مكاتب اخرى اما يدخلوها لكن في السعر الكيرة اما تجدوها بـ 20 دولار لكن سعرها الحقيقي هو 10 دولار وكينا حاجة اخرى خلتني ودفعتني اني نكري سيارة تخيلوا معي التوصيق الى منطقة نونجوي في شامل الجزيرة 65 دولار لشخص الواحد ودهبوا ايضا بـ 90 دولار هنا كين تاكسي لديوك ستونتان هنا تجدوا الصين تاحم حمر او ليه تاني بزاف كيني تقدروا تاخدها واحدة كلها مع الناس فكريت سيارة بـ 25 دولار تحرك بها كما نحب والحاجة الغريبة في القصة دي كامتا على السيارة انك تسوق في الجهة اليومنى على السيارة وتسوق على الجهة اليسارة على الطريق يعني مرة على مرة انها رح يدخل فوسط الناس ماشي علمنا وبخصوص البنزين سعره 2100 هيلنج يعنيها 0.9 دولار فإذا كنتم من الجزائر اي سعر نحطه بالدولار 65 دولار وضربته بعدbies 18 متأكدوقات من الليع السيارة التي ستagi ماني في قصي السيارة التي اقذها من الاساس 15 دولار يعطىكم 12 جيبي والتي يت Cabot بخصوص صرف 100 دولار تعطيك 23000 شيلنج هذه Zoe 200 دولار نطيب انها متاحة كان نحوزه assembling 10 مرة فكان انت الصمات في графتين المقطة تق gustونه بثنية هنا الارقام Absolس بصح كايين بزاف حواش تخضر ديرهم بيع انضباع الأول اللي اخذيته علينا الزنزيبر انهم مريحين وطيبين مع السياع والأجمل في ذلك انهم مازالوا معافضين على تقاليدهم مبساطة والآن نحكيوا على الأكل في منطقة نونجوي هنا لا يوجد أخرى وخاصة إذا كنت من الناس اللي جئت هنا وعندها غير الفطار في الفندق الناس اللي عندها لغداول عشاء خلاص صغيته في الفندق تحكم يعطيكم كل شي اما عندما تخرج هنا ويستأكل برا لا يوجد أخرى اضمهم يبيعوا هذا الأكل كأنه ستريت فود تلقى الجامعة توطع لها برا يضرع لها الدبان وكل شي فأنا الآن في واحد المطعم أسعار مقبولة مهيش مرتاحة ومهيش منخافضة وكان أيضا كثير من المطعم أمام الشاطئ تلقوها أدوك سرفيس تحامي يكون مليح فمثلا سعرها هذا هذه الباستا سعرها ١٠٠ ألف شيلنج لمعنى حوالي ٥ دولار أو ٤ يورو فيها الفيش وشوية مقارونا نزيد لكم هذه هذا طبق واحد أخر سعره ١١٠ ألف شيلنج لمعنى ٦ يورو حوالي مليحة له؟ بسم الله تأكل الأخطابوت كماك قوة ساعفه ٢٠٠ معنى ـ٠٠ مستحيل معنى ـ٠٠ آخر موسيقى والآن هو الوقت للتحدث عن الفنادق لقد قمت بالربع الفنادق يوجد رخيص يوجد رخيص يوجد رخيص يوجد رخيص يوجد رخيص يوجد رخيص وعندما تجيب ستعرف الفندق لتقدروا تمشيه وكل فندق سنكتب لكم اسمه وسعره أسفل الشاشة أول فندق هذا اللي تشوفوا فيه أول ما وصلت تكون تعبان نزلت من الطيارة كريت سيارة طلعت النونجوي فقلت أول فندق يجي قدامي مبات فيه ما فيهاش دخلت لقيت ناس ما حكيت معاهم أعطاني سعر مليح قالوا يكون تبقى كتر يزيد ينزل السعر الليلة فيه مش غالية بزاف ومش بعيدة على الشاطئ مجيطة خمس دقائق بسيط ويوفروا فطور الصابح لكن ما عندمش مبرد يستعملوا الرياشات فقط فعليك وعلى قدرتك في التحمل موسيقى 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 ناري الآن الغرفات سوف نصبح جزء فقط من قضاء إلى الشاطئ واحد ثلاثة 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 ثمانية 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 ثلاثة 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 ما هي التي تقومها ثلاثة تحتاج انها خمسين ثلاثة رأيب وهذه تجارة البمبو اشتعملها بزافة اصحاب الجزر فطور فندق زافة فواكي عندك بيض تحبوا يكون مقلي او مع الفيجيتابلز ويجيبك مع شوية خبز وزبدة وكمفيتور معجون يعني تحب شاي يجيبك شاي تحب قهوة يجيبك قهوة انا احبيت هذا الشاي لانه قهوة تحم جديدة عليها وهذا المكان اللي نفطره فيه هو مقهى يتعمل مع هذا الفندق يبعث الناس اللي بيتين عنده يجيو يفطرون هنا انا هذا الفندق اللي سوف نرى هو الداري عقلي امام مانجالوس تخيلوا معي هذه غرفات عكم قبل البحر ترقوا تستيقظ على صوت الامواج وعد صوت الامواج هذه الغرفات يحصل على البحر منظر لم يكن لديه قوسي صح للعلم طلما البالغ هنا ترى مدى الجزر صباح الماء وبعد الأشياء المعاود يرجع عندهم مسبح ورستونت لم يكتص حب بنينه اجربتها أكثر من مرة ويعش بتنم موسيقى كما تشاهدون حضر مقبول هنا حموخ وضروات بيض مع الفيجيتابلز وهنا جو والشاي تحم شاي تحم عنده واحد طعم مغير جدا على الشايات اللي كليتهم من قبل تحسوبين تيزان والقهوة مخلطين في بعضها فندق الأخير هو أفخم فندق عندنا هنا في الحلقة دابل تري بايهيتم حاجة للناس اللي تحبوا أطلها مرتبة وآنيقة وأكل نظيف بفيه مفتوح وأكل كيمية تحب براسلي في يدك أنت تاكل يروك موسيقى خفيه فازن زباري فيه مسبح صالة رياضة والشاطئ الخاص يعني تنزل مباشرة أنت تحب تقوم في المسبح أو لبحر موسيقى أجبتني أن تجدوا تحب الجزيرة في الأسقف تحب البنايات لا ترى صورة الجزيرة أو الفيب أجل أنني مريحة هنا في الطرقات تحب زبار خاصة في الشمال ماذا مراني طريق فاسدا فاسدا بثاف من المدينة ستونتاون حتى الهناية مليحة تدخل بين الأحياء والفنادق وكل شيء ترى كيف تترى سوف تحفر كثيرا لا تفهم لا تفهم ولكن تبقى مليحة طعم الجزيرة تشعروا عندما تبعد على الفندق قليلا ترى المنازل ماذا تدار هذه ترى المنازل ترى المنازل كيف يحطب كل شيء مخدوم بالصخور ترى طريقة بداية من المنازل نعرف عندما تصب عليهم من المطرة هنا يقرقوا هذه المنازل أو تجدهم مخفيفة ترى الأطفال الصغار الله يبارك تشعر أن العائلة لديهم فيها تل سبع أفراد عالي إنساء قاعدين في الأرض يقصنوا في القش سأتصلي الجمعة مع محمد سوف نرى كيف يوجد المسك هنا أغلبية الناس في زن زبار مسلمين حكم أنها كانت في الماضي عاصمة عمان وعندها مطبايع مثلنا يجمعوا تبرعات يعلموا الأطفال اللغة العربية في المسجد يعلمون الإنجليزية أيضا أهل الآن وشعريكم نمشي الجزيرة الخاصة اليوم أنا ماشيين لأحد الجزيرة نرىها غير في الأفلام والأحلام والمنامات معي المعدات السنوركلي سوف نمشي الواحد من أجمل الأماكن هنا في زنزيبر سنخرج من زنزيبر لكن لا نشرح مبعدو بزر رحلة هذه لازمكم تمشيوها تشوفوا الدلافين وتعوموا معها بلحاجة المليحة أنكم تسمعوا صوت الدلافين تحت الماء موسيقى شعوره موسيقى 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 من عدة الافين موسيقى 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 وهذه الجزيرة ترى فيها جزيرة خاصة كان يقولك تعبيل قيتس ممنوع القوارب العادية يقدموا له فقررت هنا انديكم جزيرة تاعة يا سيدي باطل مجانا صغيرا هي الحق ومرحبا بكم كاملين عندي رب يشالله احنا بلينكم فندق هنا موسيقى 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 كيف اشيت هذه الجزيرة؟ هو البوت يحبس له وانا اتجبت على جان الناس لا نحبش نتصور قمال الناس فمشيت ومشيت ومشيت شفت بلي كاين شاطع واحده واحد ما يعرف له سيت ليه هنا باش ندري لكم الصور ماني في كوزية تفرجوا معي وانا اتفش راح تدير موسيقى 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 انا هنا لما بقي يحير فيي كيفاش صافي ابلگا تقولون اتووما صافي على حياتي انا ثاني صافي على حياتي صابي 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 هيا ترتاحوا قليلا على الساند بانكس هذوك شبه الجزر موجودين يعطيكم دلاء وشوية فواكه تأكلوا بها مشطر واحكم اللي يحبيهم يعوم لكن عن اي عومة نحكي لكم في مياه كما هذه مياه صافية مقية وانا نعوم لقيت افضل سمكها عندي نيمو البداية كنت حاسبه قد يرحب بي وبعد فهمت بلي راوي دافع على العشتاعوا لانو منزلوا ماهوش بايداري وبعدها تعودوا ترجعوا شواط نونجوي يعني هادا الرحلة تاخذ منكم حوالي نص نهار لازمكم تجربوها لما يجرباش راح تعليز انزيبه وهنا تكون الحلقات عن انتهت اصدقائي نشكركم على المشاهدة انا اندمت لي معرفة انزيبه من قبل وهدي هندامة تاعي ماشي هندامة واحد اخرى ونصحكم كامل طوروها اوكي الان نحكيكم كيفية استرجعت الملفة مرة توقع لي هادا الحالة فجربت اكثر من برنامج وهذا البرنامج الواحد الذي يقدر يطلع لي هادوك عليه لاني اعملت فلمات المنوري كارت اكثر من مرة فجرت النسخة المجانية بينت لي انو نقدر نسترجعهم يعطيك 2GB for free واذا عندك ملفات اكبر حجم لازم تستعمل البلان المدفوع فانا استعملت البلان المدفوع انتظروا الحلقة الجاية راح تكون فيها حاجات مليحة بززاف تنساوش تتابعوني على استغرام وصفحتي على الفيسبوك يكونوا فيها كاستوريز يكونوا فيديوهات ملاحة فلازم كلش تكونوا متابعينوا شكرا